موسيقى عند العدد مية واثنين شو العدد السابق لإله؟ طبعاً إجتني الفكرة بناءً على الواقع اللي إحنا موجودين فيه ظروف الحرب تقريباً أكثر من 8 شهور ودمرت الكثير من المدارس الموجودة في قطاع غزة وبالتالي توقفت العملية التعليمية ولكن إحنا كإجتهاد شخصي وتطوع من المعلمات من داخل المخيم تطوعنا وإجوا معنا وبلشنا المدرسة التعليمية بأقل الإمكانيات الموجودة أنا قدرت أن أجيب صبرتين وطلبنا بالأهالي أن يجب لنا دفتر وقلم تقريباً فكل عائلة أو عائلة طفل جبت لنا دفتر وقلم واحد فقط ترسنا الأولاد على الأرض على الرمل الأطفال متشجعين جداً لفكرة التعليم حتى الأهالي الأهالي نفسهم بيجوا كيف وضع طلابنا شطرين مش شطرين بكتبوا معاكم بشاركوا معاكم الأطفال نفسهم جايين بدنا نتعلم يامس بدنا ندرس إيش دكتراتينا بكرة؟ بروح بيحكوا للأهالي إيش أخدوا اليوم أخذنا كذا وكذا وكذا وعملنا كذا وكذا ففي تشجيع من الأهالي ومن الطلاب نفسهم إنهم حابين يتعلموا المكان البيئة غير مهيئة لتكون بيئة تعليمية المؤسسات للأسف ما كفلت المشروع أنا أخذت المرحلة الإبتدائية من 6 إلى 8 سنوات أنا حرمت بيئات أخرى داخل المخيم من التعليم لأنه ما عندي المكان اللي أقدر أسوعب موسيقى علا في ناس كتير من السياسيين شطرين في الخطابات السياسية وفي الشعرات الرنانة وفي التحدي عن الصمود والقول بأنه نحن سوف ننتصر كتير في ناس بتطع تلفزيون بتحكي هذا الكلام وشاطرة فيه لكن أنا أظن بأنه أنت اللي بتعمليه هو التحدي الحقيقي لهذا الاحتلال هذا اللي أنت بتعمليه هو أشرف وأعلى وأهم من كل الكلام الذي يقال على شاشات التلفاز أنت اللي بتعمليه هي البطولة الحقيقية التي نراها على الشاشة اللي رأيناها اليوم تقرير لإليك يعني تم تصويره اللي أنت عملياً بتقومي بالتدريس اللي مجموعة من الأطفال في خيمة ممكن تشرحي لنا لماذا تريدي أن تعلمي أولئك الأطفال؟ نحن مع الحرب تقريباً أن أكثر من ثمن شهور توقف العملية التعليمية وتدمير الكثير من المدارس في قطاع غزة وطبعاً إحنا خريجات جامعيات موجودين داخل المخيم فالأطفال دائماً في الشوارع دائماً بلعبوا دائماً مناظرهم غير جيدة فإحنا كمبادرات مجتمعيات قررنا أنه إحنا نضمهم ونلمهم من الشارع ويكونوا في بيئة تعليمية كويسة إنها تضمهم من الشارع بدل ما إنهم يضيعوا الوقت لا نستثمر الوقت ونستثمر في هذا الجيل لأنه فعلياً ما شاء الله عليهم شاطرين جداً حتى خطهم حلو رائعين جداً من أول يوم تقريباً جابوا الدفتر والقلم يميس إحنا بدنا نتعلم شو بدك تعطينا؟ فكانوا متشجعين جداً من أول يوم تقريباً ولكن علاء يعني أنتو لما طلعتوا بالفكرة يعني لم تأتي الفكرة هيكي يعني لا جاءت الفكرة إنكم أنتو قررتوا بدكم تعملوا شيء السؤال عندما يعني اجتمعتوا أنتو الصبايا وقررتوا هذا القرار شو شو حكيتوا مع بعض؟ يعني شو قلتوا لبعض ما إحنا بدنا نسوي؟ شرحي لنا القليل؟ بدنا نفهم كيف أنتو بتفكروا؟ طيب هي الفكرة فكرتي أنا شخصياً أنا تقريباً كان عندي مركز تعليمي قبل الحرب وأنا مدرسة من عدة سنوات فكن إلي مشروع شخصي كمركز تعليمي فلما جاءت الحرب أنا توقفت عن العمل فتقريباً ضليت أربع شهور بدون عمل من بعد الحرب يعني تقريباً قدرت فترة شهر ونصف في غزة وبعد هيك انتقلت للجنوب ضلتني فترة أربع شهور ونصف تقريباً بدون عمل فأنا في وقت فراغ كبير موجود عندي والأطفال موجودين فإنه ليش من نتعلم؟ ليش من نقوم بالعملية التعليمية؟ ليش من ندرسهم؟ والمعلمات أنا عملت إحصائية للمخيم اللي أنا موجودة فيه مخيم النخيل فإنه وجدت فيه معلمات موجودين داخل المخيم فجمعتهم طرحت الموضوع عليهم وأنا بدي أعمل خيمة تعليمية بدي ندرس الأطفال ولكن هذا المشروع حيكون تطوعي بدون أي مقابل بشكل تطوعي بحت لأنه ما في مؤسسات ممكن تدمن أو تكفل هذا المشروع أو تمولي هذا المشروع أنا ما بعرف في مؤسسات بتكفل هذا المشروع فإنه بديناها كفكرة تطوعية إنه إحنا بنا نشتغل مع بعض ونحط إدين بإدين بعض ونبدأ بأقل الإمكانيات توصلنا أو إدارة المخيم توصلت مع مؤسسة عملوا لخيمة ومشكورين على هاي الخيمة دبرنا سوبرتين طلبنا الأهالي يجبون لنا دفتر وقلم واحد الدفتر تقريبا قسمناه من النصف نصف عربي ونصف رياضيات حتى ما أكلف الأهالي أكتر من تقتهم لأنه إحنا مع الوضع السائد وعدم توفر فرص عمل والضغط اللي إحنا موجودين فيه والحياة الصعبة والظروف الصعبة اللي إحنا منعاني فيها في هاي الحرب وبهذا الوضع كمان صعب إني أطلب حاجة من الأهالي فإنه إقتصرت على دفتر واحد وقلم واحد فقط وبلشنا كان في عندي شادر على الأرض بلشت ما استنيت دعم من أي طرف ولا من أي جهة حكينا بدنا نبلش والمعلمات معايا من النقطة البداية لحتى الآن مستمرين تقريبا صار لحوالي شهر شهر وإحنا نفس الموضوع على الشادر على الأرض علمنا الولاد مستمرين إن شاء الله حتى النهاية حتى بعد ذلك سنقوم بدورنا إن شاء الله رب العالمين علا هذا مذهل هذا غير معقول هذا غير طبيعي هذا الذي أنت وبتقوم فيه أنت الصبايا شيء يحترم جدا 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 وأنا بظن أن هذا هو الكلام الذي يجب أن يسمع حول العالم بأنه رغم كل الذي يجري في صبايا زيك يفكره بالطريقة اللي أنت بتفكري فيها أنه بدل أن نقعد ونلطم ونبكي ونتدمر من الداخل وهذا الذي سوف نطرحه مع بقية الضيفات ولكن هذا نموفج لصبية فلسطينية مرأة فلسطينية نسوية فلسطينية التي حولت كل هذه المأساة الغير طبيعية إلى إنتاج حقيقي وذلك لضمان المستقبل أنا بشكرك مش بس على اللي أنت بتعملي أنا بشكرك أنك أنت اليوم بتحكي هذا الكلام وبتفعل هذا الفعل مجاني مش مجاني بخيمة بدون خيمة مجرد أنه أنت وصلته لهذا المكان هذا يعني بأنه هناك أمل وهناك أمل حقيقي شكرا لك على الغولة على هذا الموقف هذه المبادرة وعلى هذه القدرة على المضي قدما سيدة عامل خريشي عندما تسمعي هذا الكلام من سيدات غزة ماذا يعني ذلك بالنسبة للمرأة الفلسطينية كل التحية للأستاذ علا عملياً علا رسمت صورة للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة ليست كما ترسمها وسائل الإعلام الصهيونية وبعض الوسائل الإعلام الغربية بأنها ضحية عملياً هذه الصورة تشير إلى القدرة على الصمود والقدرة عملياً على تحدي الحرب هي تتحدث عن تعليم شعبي في خضم قصف جوي وبحري وبري هذا يعبر عن عملياً أن النساء في قطاع غزة حتى في أشد الظروف قمنا ولا يزلن في نشاط مجتمعي يأخذ أبعاد مختلفة فمثلاً على سبيل المثال أشارت إحدى الإمهات اللواتي عملياً قمنا بالولادة في ممر في إحدى المستشفيات أثناء تعرض المستشفى للقصف حملة جنينها وهي وسارت عملياً ضمن مسار التهجير القصري أشارت إلى أنها لم تستكين قامت بجمع الحطب وقامت بإيقاد النار وقامت بعملية الانضمام لمجموعة نسوية قمنا بعمليات الطبخ الجماعي لمواجهة عمليات التجويع التي استخدمتها إسرائيل كسلاح في الحرب النساء في غزة قمنا بتقديم شهادات حية وبأنسنة القمع والفاشية التي تعرضنا لها وبثت هذه القصص على مساعد التواصل الاجتماعي واستخدمت من قبل الحركة النسوية في عملية المناصرة والضغط لمواجهة سرديات الاحتلال حتى النساء اللواتي تعرضنا للتعرية وتصورنا في المعتقل وهن عاريات قمنا بتقديم هذه الشهادات لضرب سرديات نتنياهو وأكاذيبه النساء أيضا قمنا عمليا بتقديم الدعم النفسي من قبل طواقم محلية في كافة مناطق غزة نحن في جمعية المرأة العاملة لدينا مرشدات نفسيات يعملنا في بيت لاية ولازلنا يعملنا في جباليا وفي مدينة غزة إضافة إلى المنطقة الوسطى وفي جنوب القطاع أيضا قمنا بجمع المواد الغذائية قمنا بتقديم الإسعافات الأولية سواء إسعافات أولية صحية أو نفسية لذلك النساء في قطاع غزة يواصلنا النضال يواصلنا رفع الصوت من أجل إنهاء هذا الحرب ومن أجل عمليا محاكمة إسرائيل ومن أجل عمليا الخروج من المأزق الحرب الحالي لمساحات أوسع ليس فقط بالتفصيل وقف إطلاق نار هنا وهناك ولكن هنا أيضا يرفعنا صوته هنا من أجل بالفعل وقف العدوان ووقف الحصار والدخول في مسار الاستقلال للشعب الفلسطيني هذه أصوات القيادات وأصوات الكوادر وأصوات الأمهات وأصوات الطبيبات والممرضات والمعلمات كل التحية للنساء في قطاع غزة اللواتي عمليا يفعل الصيطة عاليا ولم يستكن لألفاشية الإسرائيلة